موسيقى البابونج فوائد لا تعد كوب واحد يمكن أن يقدم لك الكثير زهرة البابونج هي من الأعشاب الطبية المعروفة لفوائدها الصحية والغذائية ويستخدمها الناس لعلاج الكثير من الأمراض الجسدية والنفسية لتعرف أكثر حول هذه الزهرة هنا معنا في السيد الدكتور محمود الشيخ علي أخصاء تغذية العلاجية والطب الأعشاب حيكا يا دكتور صباحك بالخير صباحك وصباح المشاهدين كرام يبدو أن البابونج في وراسر كبير البابونج كما تفضلت هو من النباتات الطبية والغذائية في نفس الوقت والوقائية والعلاجية هو نبات عرفة منذ الأزل ووجد منقوشا على المعابد الفرعونية وتحدث عنه الرومان وله طبعا أسماء مختلفة ولكن ما يتعرف عليه أو متعرف علينا هو البابونج أو أزهار البابونج في الحقيقة البابونج لو غصنا في تحليله في تحليل أزهار البابونج هنلاقي بيحتوى على مركبات كثيرة معظمها مضادة للأكسدا ومقوية لجهاز المناعة يحتوى على بعض الفيتامينات والمعادن التي تعطي قيمة غذائية وعلاجية وكون البابونج هو من النبات الشعبي المعروف عن معظم دول العالم وتحديدا حول بحر الأبيض المتوسط طيب أنواع البابونج بشكل عام شوفوا إحنا البابونج بالفعل له عدة أنواع يمكن فيه إحنا بعض الأحيان نشوف بابونج إحنا لا نتوقع مش متعودين عليه حسب طبيعة البلد ولكن إحنا يمكن أفضل أنواع البابونج في العالم موجود عندنا ويتم زرعته في فلسطين وهو يعتبر من النباتات الطبيعية والبرية أيضا كمان زي وزي الزعتر وسبحان الله يعني ضفة أو جبال ضفة مشهورة بالبابونج ضوء الرائحة العطرية البابونج له رائحة مرمية زي مرمية الجبل زي مرمية الجبل لكن يمكن زرعته في أي مكان إذا توفرت الظروف الملائمة له لكن بشكل عام أيضا البابونج يحتوي على زيت فيه زيت اسمه زيت البابونج فكجزء فعال في البابونج المتعرف عليه هو الظهرة الظهرة بشكل أساسي وزيت البابونج أو ما يقال بالمصر البابونج أو الكامو ميل كامو ميل هذا الزم آخر للبابونج طيب فوائده البابونج يعني إذا بنحكي في جزئيات معينة ولا بالمطلق نمكن نحكي لو بنحكي عن فوائد البابونج أول شيء البابونج له استخدامات خارجية وله استخدامات داخلية لو نبدأ بالاستخدام الخارجي أول شيء لو إحنا أول البابونج أو الأزهار بشكل عام لا تغلى ولكن تنقع في الماء الساخن وهذه القاعدة في طب الأعشاب الأزهار والأوراق لا تغلى ولكن تنقع بينما الجذور والبذور واللحاء هي التي تغلى عشان أطلع المادة الفعالة لجوة الآن لو أنا نقعت البابونج له فوائد للشعر المغذي للشعر ويعطي لمعة للشعر ومضاد للتقصف وأيضا مضاد للشيب والمداومة على غسل الشعر بماء البابونج يعني يعطي لون اسفرال للشعر أيضا ماء البابونج المنقوء نعم يعني مثلا نعبيه بقناني ونحطه بالتلاجة بدل ما أغسل شعر أو بعد ما تحمم بدل ما يعني أشطف شعري بماء البابونج ولكن هذا يحتاج إلى استمرارية طبعا أيضا كمادات البابونج من المنقوع نفسه ممتاز جدا لحساسية الحمل عند السيدات فيه سيدات تعاني بشكل كبير وبتظهر عندها حساسية حمل وحكة كبيرة وطبعا الست الحمل عادتها أن الأدوية يعني محصورة بالنسبة لها لكن لو جابت فوطة وحطتها بمنقوع البابونج ووضعتها على الحبوب أو المكان الحكة راح يساعدها كثير فيه كمضاد نعم مخفف جدا للحساسية أيضا استخدامه لحب الشباب يعني أنا ممكن أجيب بزوء الظهار البابونج وأدقها مثلا وأضيف عليها قليل من الماء وأعملها لبخة للبشرة هي ممتازة جدا لحب الشباب ممتازة جدا لإزالة البثور اللي بتكون موجودة على وجه البثور مية معظمة بيكون حب شباب أيضا ممتازة جدا بتدي نقاء للبشرة ومصف البشرة عشانك بنلاقي فيه كريم من البابونج أيضا من الفوائد على الجسم الإنسان أنه البابونج منظف عام للبشرة وحتى ممكن نعمل صنفرة من أزهار البابونج لكن لو إجينا كمان أيضا البابونج خارجيا للأجزيمة للأجزيمة وعادة هي تنتشر في الشتاء وتكون مؤلمة لو إحنا جبنا زيت زتون ونقعنا أزهار البابونج لمدة عشرين يوم في الشمس وبعد هيك صفنا ونضيف أو نحط على الأجزيمة رح نلاقي فيه تحسن بشكل كبير أما الاستخدام الداخلي أول شيء البابونج مهدئ للعصاب كما تفضلت يعني هو مهدئ نفسي وهو معروف منذ القدم أيضا مقوي لجهاز المناعي أنه مضاد الإصابة بالأورام السرطانية إذا إحنا دومنا عليه أيضا هو البابونج من النباتات صديقة المرأة يعني؟ يعني أنه هو منظم للهرمونات عند النساء أيضا منظم للدورة ومضاد لألام المغص الدورة عند السيدات إذا شربته قبل ما تيجي الدورة مثلا بسبوع بدت الدوم عليه راح تخفف ألام الدورة أيضا البابونج يعتبر من النباتات التي تتيح للمرأة فرصة الحمل يعني بدخل ضمن النباتات المنظمة زي ما قلنا الهرمونات ومضاد التكييسات إلى آخرين لا سيما إذا خلطنا البابونج مع نبات اسمه إكلين الجبل مع نبات اسمه البردقوش مع نبات المرمية خلطناهم بكميات متساوية وشربت الست على مدار ثلاث شهور تعمل توازن هرموني بشكل كبير منقوع وعمل مغلي منقوع كلهم نحكاها منقوع أيضا البابونج من الفوائد مخفض للكوليسترول والدهون الثلاثية بالجسم أيضا هو منظرنا السكر يعني كمان من النباتات الجميلة للناس التي تعاني من السكر ومفيد جدا لكبار السن كونه كما قلنا مقوي لجهاز المناعة ومشروب يعني مقبول يعني طعمه مقبول عند الجميع بإمكاننا أن نحنا نداوم عليه وندخله ضمن قائمة النباتات الطبيعية للمفترض أنه إحنا كل يوم ننوع بشربها سواء بابونج كليل جبل كذا على الساس أنه إحنا نحافظ على أجسامنا من الأمراض المحيطة فينا في كل مكان طبعا هو المنقوع طبعا بيبرد لما نحطه في الثلاج صح؟ صحيح بنفع نغليه تاني؟ لا خلاص هو الناس بتحب تشربه الساخن يعني الآن إذا إحنا بنستخدمه مثلا للبشرة مش رح تفرجه يكون بارد لكن كما شروب إحنا عادة نغل المياه ونحط البابونج بالكاسة وبعد نضيف عليه الماء وخلاص وبنشربه وعشان إحنا عادة في موضوع الأعشاب نميل دائما إلى العلاج المفرد أو شرب النباتات المفردة ممكن إحنا مقبين على فصل الشتاء وعادة نحن بتلاقي فكرة الزهرات والزهرات بتلاقي 20 نبتة مخلطات مع بعض طبعا خلطة عشوائي اللي بيداوم على هذه النبتات ممكن يكون له تأثير سلبي لأنه أنت ما بتعرف تفاعلات يعني سبحان الله يعني شوف أنت نحكي عن البابونج كم تأثير على جسم الإنسان وكل تأثير أجاب من مادة فعالة جواته فبالك إما أننا نخلط 20 نبتة 20 مادة فعالة ممكن سير تضارب بذلك هذه كمان نصيحة للناس الأفضل أنك تشرب كل نباتة لوحده أو أنه يكون يعني خلطه ضمن يعني الزهرات هذه اللي بحب عنها مش 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 مفيدة احنا مش نقدر نقولها مش مفيدة ولكن لو أنت شربتها مرة باليوم مش رح تفرج لكن لو أنا بدي أداوم عليها ممكن تديني آثار وبين في نبتات يعني عكس بعض نعديك مثال مثلا الحلبة مدرة للحليب بينما المرمية بتقل الهرمون لبرولكتين يعني هي مضاد الحليب فكيف تنقجوا مع بعض في عندنا نبتات بتنظم الهرمونات عند النساء في نبتات ممكن تأثر هرمون على هرمون لذلك إحنا خلاص الأصل البابونج ينسون شومر إلا إذا خلطت بشكل علمي وبشكل مهني هنا الأمور بتختلف كمان للأطفال طيب شوف هو هذا البابونج للأطفال البابونج كتير ممتاز للأطفال عادة اللي بعانهم من النفخة أو اللي عندهم إمساك إذا كان الطفل يعني أقل من ست شهور عادة إحنا لا ننصح بإعطاء الطفل أقل من ست شهور أي مشروب باستثناء حليب الأم ولكن ممكن إحنا نعمل نفس الكمدات تبات البابونج ونحطها بفوطة مية دافية هيك على بطن الطفل حلو تمام خارجيا راح تساعدوا في عملية اللي هو تخفف المغص وإلى آخر لكن للأطفال لفوق السنتين ممكن يشربوا البابونج عادي مثلا كأس باليوم بالذات إنه إحنا مقبلين على الشتاء ومشاكل الشتاء وفلوانزة الشتاء وإحنا قلنا البابونج من النباتات أول شيء الطعامها مقبول جدا والشيء الثاني المقوي لجهاز المناعة اللي راح وإحنا زعلنا جهاز مناعة قوي بنقدر نحارب الالتهابات والفيروسات الموجودة في الجو تمام البابونج يشرب لما يكون ينشرب ساخن فيه بيضيفوا له سكر عادي والله أشوف هو موضوع السكر أنا شخصيا يعني محارب للسكر طبعا بفضل الله من 2011 لما أتناول السكر الأبيض ولكن في بدائل لكن بالشيء يسكر فيه ناس بقولك أنا بدي أستفيد أكتر فبدي أحط عسل على البابونج وهذا غلط على فكرة ليش لأنه العسل إذا تعرض ضرش حرار فوق الأربعين ممكن يفقد جزء كبير من خواصه العلاجية فلذلك العسل أفضل نأكله زي ما هو وكذلك زيت الزتون يعني زيت الزتون فيه مفهوم خاطئ عند الناس إذا أنت قالت بزيت الزتون بتحول لمادة مصرطة وهذه للأسف من الإشاعات الخطأ بالعكس أنا ممكن أقلب زيت الزتون ولكن ليش أنا لا أحبز بقلب زيت الزتون لأنه يعني إحنا كفلسطينيين زيت الزتون الآن موسمه وممكن أنت تشوفه قدامك وبناصر يعني ممكن يكون صعب غشه تمام لذلك خلينا أخذه زي ما هو زي الله ما خلقه بدون أي تعرضه لعوامل خارجية ممكن هو الضوء أسر علي فما بالك لكن أنا بقلل لما أنا مثلا أغلي أو أعض الحراء راح أقلل من الفائدة تبعته بس لا يتحول إلى مصرط كما يعتقد بعض الناس وكذلك العسل الأفضل أخذه كما هو تمام أو أحطه في مية فاترة يعني مش ساخنة لو أنا حطيته على البابونج أوكي راح يصير طعمه حلو بس راح أنا أفقد جزء من اللي هو القيمة العلاجية اللي فيه شفاء للناس الشيء الثالث لكن البابونج يعني سبحان الله يعني هو طعمه حلو أصلا يعني عشان يقول الله البابونج من المشروبات اللي ممكن يتقبلها الإنسان بدون سكر لكن ممكن نضيف مثلا إحنا عادة أنا مقتنع بنبات لستيفيا ممكن نضيف مثلا محل لستيفيا كونه محل آمن وكذا وموجود إنا الحمد لله يعني متوفر حلو الأرق والتوتر والقلق وأحيانا النوم المتأخر وشغلة هذا البابونج شو ممكن يساعد فيها البابونج مفعول حقيقة رائع جدا في هذا الموضوع البابونج مهدئ مهدئ وفي نفس الوقت مقوّ جنسي زي النعنع يعني النعنع احنا عندنا اعتقاد أنه النعنع مثبت جنسي يعني المشروب النعنع كتير مهدئ جنسي هذا الكلام ليس صحيح هو مهدئ عام يعني هو مهدئ نفسي ولكن مقوّ جنسي للرجال سواء النعنع أو البابونج التنين نفس الفكرة تمام البابونج مهدئ للعصاب وتحديدا إذا إحنا يعني إذا غلينا لينسون لأنه ينسون قلنا بظهور لازم تنغلى إذا غلينا لينسون وبعد ما نطف الغاز حطينا عليه بابونج وجود نبيتين هدول مع بعض بتديني مفعول كتير كويس مهدئ للعصاب تحديدا عند الناس عندهم حالات الأرق حالات التوتر وأيضا يعتبر كمضاد للاكتئاب الناس اللي بتحب تشرب الجهوة والشاي وشغلات هذه المنبهات جميعها وأحيانا بقولك أنا بدي أطلع من حالة الاكتئاب أنا زهجان أعتقد أنه البابونج ممكن يكون إليه دخل بأنه تخلص من الاكتئاب والقلق وشغلات ممكن يكون بديل طبعا طبعا في أن النباتات رائعة جدا وربما يكون مفعولة في بعض الأحيان يضاهل أدوية الكيميائية يعني على سبيل المثال عنا نبات اسمه البابونج الفضلت فيه الينسون عنا نبات اسمه الناردين المخزني جزور الناردين أو الفاليريانا بالانجليزي عنا نبات اسمه حششة القدسين برضو من النباتات الرائعة حششة الدينار هذه نباتات كلها تعتبر من النباتات المهدئة للأعصاب والمضادة والاكتئاب وفي نفس الوقت ما بتعمل إدمان حالو يعني ما بتعمل إدمان لو أنا يعني لو شربت أنا ببونج مليون سنة ما في مشكلة حالو لو شربت ينسون مليون سنة ما في مشكلة تمام لذلك بتضل ولكن موضوع النباتات أو ليش الناس يعني بصير عندها نفور من النباتات دي سببين السبب الأول هو حالة الرعب للأسف اللي بنشره إنه الأعشاب ممكن تعمل أمراض وكذا وطبعا هذا كله وهم ومردود عليه لأنه هاي الأعشاب أجتنا بالتواطر منذ ألف السنين فهذا كله كلام فاضي إلا طبعا الأعشاب السماء وهيك الإنسان ما بيقربها الشيء الثاني إنه التأثير تبحها مش لحظي يعني أنت اليوم مش هتشرب يعني كاسة ببونج هتصير حالة أيوفوريا حالة ولكن القضية تحتاج إلى مداومة هتلاقي بعد سبعين بعد ثلاث أسابيع بالفعل بديت تشعر يعني حالك ترتاح وصار عندك حالة من الهدوء عشانك كمان زيت الببونج مثلا بحطوه في أوروبا يستخدم كمساج كمساج يعني مرخخ للعضلات وأيضا يوضع في مثلا في البانيو كنوع من المهدئ قطرات الببونج بتنحط على المخدة عشان يستنشق الطفل الرائحة الرائحة العطرية وصير عنده حالة من الهدوء ما نستاجل النتائج ودائما إحنا المهم الاستمرار الاستمرارية وشعارنا الوقاية خير مقنطار علاج لو أنا دومت على شرب النباتات هذه باستمرار وزي ما قلنا التنوع في النبات يوم بابونج يوم كراوية يوم كمون يوم كذا لأنه اليوم العالم كله بلا استثناء يقر ليس لنا إلا العودة إلى الطبيعة العودة إلى البابونج والشومر واليانسون لأنه جربنا الأدوية وآخر الشيء اللي هو رانتدين طبعا اليوم العلي ضججة في العالم وتم صحبه نتيجة وجود مادة مصرطنا فيه لكن إحنا مش ضد الأدوية ولكن طالما أنا في عندي شيء طبيعي خلي الدول خيار الأخير ليش أنا أول ما أروح أروح على الدول طالما في عندي شيء موجود بالبيت وزمان زمان للأسف يعني وإحنا صغار بتذكر كل شيء كان في المطبخ لحاله كنت البابونج تلاقيه لحال والكمون لحال والفلفل لصمر لحال العلب أي والعلب اليوم ما فيش اليوم بتروح بتشيب البهارات الطبيق وخلاص إحنا بس اليوم عنا سكر شاي وليش لأنه لأنه النباتات صارت تجينا مخلوطة عشكل بهار يعني بهار طبيق بهار لحمة بهار مشارفة فأنت ما بتقدر تطلع كل إشي لحال لكن الست الشاطر وهذه نصيحة طبعا لكل الستات دائما اشتري الإشي كما هو يعني اشتري البابونج زي ما هو إشي الكمون زي ما هو وعملي في البيت اعملي خلطك في البيت على الأقل بتضمن الفعالية إنت تعال جيب مثلا فلفل أصمر حب وجيب فلفل أصمر مطحون اطحن الفلفل أصمر بالمونيكس وشم الريحة بس هتلاقي فرق شاسع لأنه إنت هذه البزرة هذه محتفظة بالمادة الفعالة فالآن بدت تطلع المادة الفعالة بينما هديك الله يعلم هل هو مخشوش ولا مش مخشوش عرضت لكتير الهلات كتير هنا لكن الأصل أنه نرجع لهذه الثقافة بالأصل إحنا تربينا عليها أنه كل مرتبنات موجودات وكتبي أقول لك اليوم النت موجود لو كل يعني كل بهار أو كل نبات موجود بمرتبان كتبنا عليه فايدة واحدة مثلا البابونج مهدر العصاب بس دشك من الفواد الثاني الكمون مضاد للقلون العصابي كذا كذا هتلاقي حالك أنه أنت بتعالج كل الأمراض عندك صيدلية عندك مستودة عدوية مش صيدلية إحنا أسرع إيش اليوم نعمل يعني المغس الصداع يعني الصداع للأكامول سبرينا أو ما شابه لو صار عندك أي إشي أزود أو أزيد بتاخد جراء أعلى أبرة بتاخد جراء أعلى بتبدأ أبرة الآن وممكن شوف الأدوية هناك ناس عايشين على هذه الشغلات رغم أنه مش مزمن المرض عندهم الأدوية الكيميائية لا تعالج أمراض ولكن تخفف أعراض آها يعني جيب لي مريض سكر وهذا على الهواء بنحكي جيب لي مريض سكر أخذ دواء وطاب جيب لي مريض ضغط أخذ دواء ضغط وطاب مسكنات هذه كلها كلها بقول لك أنت مزمن النبي صلى الله عليه وسلم واضح في الحديث لكل دائم دواء لكل دائم دواء عرفه من عرفه وجاهله من جاهله يعني لكل داء في علاج شافي تماما أنا بعدها ما أخذ دواء لكن للأسف قلت لك اليوم المفاهيم تخربطت اليوم ما في شيء اسمه مرض مزمن اليوم إذا أنت بتقدر فيه أمور سواء حتى يعني من خلال تغيير نظام الأكل أو نظام الحياة ممكن أنت تلغي كثير من الأدوية فلينظر الإنسان إلى طعامه هذه الآية واضحة وكل النباتات هذه هي جزء من هذه المنظومة لأنه هي أصلا الله خلق الباب ونجليش لمين خلقه أصلا خلقه إلك للإنسان سؤال كبير ربنا سخر ربنا سخر كل الكون بهوائه ومائه وطرابه وجباله كله إلك لأنه أنت خليفة الله بالأرض كإنسان بغض النظر المسلم ولا مسيح ولا يهود أنت كإنسان الله أدىك كل مقاومة الحياة بس دورك أن تبحث تعرف إحنا في غزة يعني بكرة إن شاء الله ندخل على الشتاء إن شاء الله يعني أنا بقى ماشي في الشارع وأشوف نباتات الناس بتخبط عليها عرف لو نعرف قيمة إحنا كفلسطين نعتبر من أفضل أو خلنا نقول يعني الدولة من الدول الأولى في وجود النباتات الطبيعية والطبية ليش اختبعنا معظم النباتات موجودة عندنا وبنخبط عليها مش عارفين نخبط على أدوية يعني ممكن أنت تروح تبقى راحل تجيب علاج للتهاب البولون طب تخبط على البوريس اللي هو علاجك هذا أو مثلا وفي بعض النباتات الموجودة عندنا أنا مثلا من بسافر بروح بسأل عنها بألاف الدولارات الكيلو ممكن نوصل 2500 شيكل هو ممرمى عندنا في الشوارع هنا وهذه بدها عادة خلنا نقول توعية للناس ويكون الكل يشارك فيها طب هاي طلب النبات متوفرة عندنا ليش وإحنا أصلا هيك هيك يعني اليوم إحنا في حصار وبحاجة إلى اللجوء للطبيعة صحيح يعني ليش نظلنا نمرض وناخد أدوية والأدوية والمضادات الحيوية صير جسمك مقاوم إلها وتختار مضاد حيوية أعلى وأعلى عشان هيك العالم كله اليوم حتى في مستشفيات في أوروبا وفي الصين وكذا تقوم على العشاب بالعلاج بالطبيعة شكرا لك الدكتور محمود أخصائية تغذية العلاجية وطبيعة العشاب شكرا لك شكرا جزيلا صباحك بالك شكرا لك